صباح الفل يا صباح العسل النهاردة معدنا بسكوت الشوفان دايت الناس اللي عندهم حابين يمشوا على نظام رجيم حابين يمشوا على مقامة أنسولين حابين يخفهم في طربة حم اي حدا مش شرط تخصيصه هو كويس وفي نفس الوقت برضو بتعمليه بامكانية في البيت بسيطة جدا بسكوت الشوفان بسكوت الديجيستف اي حاجة يعني انت زي ما بتسميه سميه او هو دا مسامة بتعرف الاسواق هو غالي بس لو عمالتي في البيت بتكلف ما بيتكلفش حاجة خالص معاك بسم الله ونقول الله وصله على رسول عليه السلام اللي في كوباتين شوفان يريد تجيبيه حب وتنخليه وتعمليه في البيت في المطحن جيبي كوباتين شوفان تحطيهم في قلب البولة تحطيه على البولة معلقة بيكين بودر زرفين فانيليا او نص معلقة فانيليا زرة ملح ثلاث معالق عاصل ابيض على الكوباتين شوفان اربع معالق زبدة مزابة لزبدة بيضة وبتعجينين مع بعضهم تجمعوا الاول المواد الجافة وتعملون مع بعض شوية كده وبعد يمكن تنزلي عليهم بكوباية لبن دافية دافية كده او نص كوباية لبن على نص كباية مية. حسن ما انت عايزة اشتغلي. وبعد كده بتلمي العجينة. عجينة البسكوت. ما بتحبيش ولا بتشيدي و بتلميها بس كده بترطيه في صوابعك. بتتلمي معاكي. بتعمليها كورة. بتجيب تحطي الكورة دي بين كستين على الرخامة عندك. وتقطعيها بكباية. انا عملاها بكباية. شكل البسكوت الجاهز بالزبط. وبتحطيه في الصينية على مية وتبيني الدرجة بياخد معاكي عشر دقايق كده. وياخد درجة لون. وتطفي واخد بالك عليه. لانه بيستحملش رؤية. بتطلعي ريحته طحفة جميلة مقرمش مخرفش جميل جدا. اما ايه ده من عصاق هاتي كسين وحطيهم بكسين زي البسكوت بتاعنا وخزيني عندك. حطيه لإفطار لولاد لسناكس المدرسة لأي حاجة. للناس اللي عندهم كون متعايزين ينزلهم. للناس اللي عندهم معايزين طايت. من غير حاجة مع كوباية القهوة مع كوباية شاي. هو طبع ما حلو جدا. وكانه يعني في حبيب يقالولي احنا عايزينه. فانا قلت عملولهم. بجد تجربة حلوة جدا. ويا رب الكل جربة.